أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة ومحاولة هدمها أو خطفها لصالح قوة غير وطنية وأضف رئيس السيسي في كلمة بمناسبة الذكرى الحديث عشرة لثورة الثلاثين من يونيو أن المصريين استردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضة والدمار تحتفل مصر اليوم بالذكرى الحديث عشرة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي نطقت بالقول الفصل بين الوطنية المصرية الخالدة وبين محاولات هدمها أو خطفها لصالح قوة غير وطنية اليوم الذي قال فيه المصريون كلمتهم فحفظوا بها وطنهم واستردوا مقدرات دولتهم وأنهوا فترة عصيبة من الفوضى والدمار وصاروا بعدها على طريق الخير والنماء والتقدم رغم كل الصعاب والتحديات بعد أن أعادوا اكتشاف قوة وصلابة الإنسان المصري وعبروا بجلاء تام عن حقيقة معدنه الأصيل حيث معاني الشرف والفخر والمجد والبطولة ترجمة نانسي قنقر